وصل صوتك ونشر الديمقراطية ومن هذه المنظمات منظمة فريدوم هاوس أو باية الحرية كذا وكذا تحت شعار أولوية الديمقراطية وحقوق الانسان في تشكيل السياسة وتتلقى منظمة فريدوم هاوس التي يسيطر عليها الآن المحافظون وشدودون ودولوا بصهيون الكثير من التبوين من الحكومة الأمريكية ودنيا الكل مؤخرا تفتح النقاش شفته في التلافز السيد سامير ديل وسيد محسن مرزوق فريدوم هاوس حاجة عادية وغيره حسب كلامك هؤلاء خوانا للوطن معناتها سامحني معتهمة نشطة في منظمة ممولم اليهود لأهداف ممولم اليهود مش للتنمية في العالم العربي أنا لم أخون أنا استنتاجت أنا أسنتاجك أنت حرب أسنتاجك أتحمل ليس أسنتاجك أنت ما سويت أسنتاجك أنت حرب أسنتاجك أهني بير ورغم أنك يشاهد في الطبيعة الحقيقية لمنظمة Freedom House وجدت موت أقدم اللي هوني في تونس والتحديد في قطاع المحامات عبر مشارك توفد من محامين في بعض دورات تدريبية لنظمتها المنظمة سنة 2007 في المغرب وكندا والمفزع الذي يجعلنا ندق ونقص الخطر لإيقاف هذا تمشي السرطاني هو عمل هذه المجموعة تستقطاب المحامين المتمرنين والشبان وحتى لا تفتكى قلعة المحامات الحسينة من الداخل هذا هو تسونامية أنا ذكرته كان بالمناسبة أنت حسيتك تقول هذا طيب الشباب كتبته لا 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 أنا ما زلت متمسك بكل كلمة كتبتها في الكتاب شو تقول على ترينة في Freedom House نرفضه نعتبره من قبيل تدخل أجنبي في شؤون الداخلية في تونس وأنه هذا ما زال إلا اليوم وهو ثابت هناك عدة تمويلات أجنبية استغلت المرسوم أعداد 87 الصادر في سبتمبر 2011 من ضمنه Freedom House وهذا خطير ويؤثر على مستقبل الديمقراطي في تونس ويؤثر على سيادة استغلت المرسوم عاودت لعاودي استغلت المرسوم من جملتهم Freedom House طبعا جميع الجمعيات التي تبيع للجمعيات إمكانية تمويل الخارجي أموال طائلة وهذا ثابت يعني حتى بواد تمويل في تونس عدة جمعيات عدة جمعيات استغلت مرسوم الحزاب هذا كعليش نديت أنا في المقدمة بضرورة تنقيح ويعادة المنظومة التشريعية يعني تعتبروا تمويل مشبوه طبعا أي معناتها والتي تكون كما ذكرنا أسميهم يعني دور مشبوه طبعا نحن نعتبر واحد كسيد سمير ديلو سيد محسوم ربان هو أنه هذا يعني مرتبط بالعملية السياسية لو لحظ وأنا قلتها سابقا وكررها هناك رعاية أمريكية قطرية تحديدا لرعاية توافق ضمن ما بين حركة نيدا تونس وحركة النهضة بزيارات المكوكية وهناك يعني زيارات المكوكية اللي قام بها سيد الباجي خيات السبسي لقطر ولنيويورك ولباريس وكذلك أخيرا ما أزلعت عنه الموقف السعودي من عدم المس بحركة نيدا تونس وتحديدا بالباجي خيات السبسي السعودي قالت هك طبعا ميش كون قالت قلت في تصريح نعم هذا ثابت أنه مقرنا هوج تصريح توتقرها من اتطلع جيدا يعني موجود نحن نعتبر نعتبر أنه فعلا هناك مشروع للتسويق مفهوم الاستقطاب الثنائي والحزبين الكبيرين قاعدين يصالحوا بنتهم قطر ومريكا صالحوا بنتا تونس هذا ذكرت عنك منذ شهر هذا ثابت قلت أنا الحكومة الحالية تتسطر على بعض جرائم بعض مسؤولية النظام السابق ما رأيك في زيارة سيد بيجي قايت سبسيو مقابل تزير خارجي الفرنسي هذا الزيارة يعني هو في تونس استقبل سفراء دول في أسبوع استقبل سفراء دول أجنبي لم أسمع أي حزب آخر استقبل سفراء دول أجنبي ما نستنتج منها في كلمتي نستنتج أنه هناك فعلا أن تونس أصبحت مرتع للتدخلات الخارجية واضح الكتاب اسمه عن العشق والثورة الأستاذ خالد كريشي حديث في الحرية حديث في العروبة واليوم الثلاثة بش يتم حافل توقيع للكتاب بمعارض الكتاب بالكرم بحضر بيع على ملاوي بحضر السيد وزير الثقر بحضر بيع على ملاوي آآ ملاوي بنين على آخر شكرا لك ستيب خالد كريشي